السلام عليكم الحيض هو نازيف مهبل طبيعي بيحصل كل شهر للمرأة وليه أسماء كتيرة في ناس بتسميه الحيض والبريد والدورة الشهرية والمينستير والسايكل لما البنت بتكون طفلة صغيرة المبيض عندها بيحتوي علامات البويضات الغير نشطة والبويضات دي بتظل خاملة أو غير نشطة لحد سن البلوغ اللي عادة بيحصل للبنت من سن 10 إلى 15 سنة وفي السن ده بيكون عندنا منطقتين في الدماغ بيحصل لهم نشاط بشكل كبير جدا وهم الغدة النخامية والهايبو صلمس وبيبدأوا يفرزوا هرمونات معقدة علشان تحفز المبيض على إنتاج الهرمونات الجنسية الأنسوية ودورة الهرمونات دي هي اللي بتتحكم في الضورة الشهرية من أول البنت ما تبلغه لحد سن 50 سنة تقريبا وتعالى نعرف سريعا إزاي الضورة الشهرية بتحصل عرفنا إن فيه غدة في الدماغ اسمها الغدة النخامية والغدة دي بتبدأ تفرز هرمون اسمه FSH والهرمون ده بيحفز المبيض علشان ينتج هرمونات تانية الهرمونات دي بتعمل عملية نطجة أو نشاط للبويضات اللي جوه المبيض وأول ما بويضة فيهم تندق بشكل كامل بتبدأ تبرز أو تطلع بره المبيض ولاحظ إن الحاجة اللي طلعت دي مش هي البويضة ده الغلاف بتاعها البويضة بتكون لسه موجودة جواه والغلاف ده بيبدأ يفرز هرمون اسم الاستروجين والهرمون ده بالاضافة مع هرمونات تانية بيخلي بطانة الرحم سميكة ومليانة بالأوعية الدموية علشان تجهز نفسها لاستقبال البويضة وفي يوم معين في الشهر البويضة بتبدأ تنطلق بره الغلاف واليوم ده بنسميه يوم التبويض وهو ده اليوم اللي بيحصل فيه حمل لأي مرأة وبعد البويضة ما بتطلع بره الغلاف بتاعها بتبدأ تنطلق داخل قناة فلوب وبعد 24 ساعة من خروج البويضة بره الغلاف لو ما حصلهاش اخصاب مع الحيوان المنوي بتبدأ تتفكك وتموت وبالتالي هرمونات الجسم كلها بتنخفض ويبدأ الرحم انه يهد كل اللي عمله وبتخرج بره المهبل على شكل قطرات وكتل صغيرة من الدم وبتستمر من 3 ل 8 ايام ودي اللي بنسميها الدورة الشهرية وخلال الفترة دي بيحصل ألم وتقلصات في البطن والحوض وألم في الظهر من الأسفل وبيحصل صداع وتعب وتغيرات سريعة في المود أو المزاج وممكن الشهية تتفتح نحية أكل معين بالأضافة انه بيحصل انتفاخ وألم في السدي كده احنا عرفنا الدورة الشهرية بتحصل ازاي وتعالى لما نعرف ازاي بنحسب يوم التبويض يوم التبويض بيحصل قبل 14 يوم من بداية الدورة الشهرية وهندي مثال بسيط علشان نفهم نفترض ان فيه امرأة بتجيلها الدورة يوم 26 في الشهر فابدأ عد 14 يوم لورا ويبقى هو ده اليوم اللي بيحصل فيه التبويض لكن فيه ناس بتكون عندها الدورة منتظمة وناس تانية غير منتظمة وناس الدورة بتجيلها كل 28 يوم وناس تانية كل 35 يوم وفيه شهور في السنة بتكون 28 يوم وشهور تانية 30 و 31 يوم وعلشان كده بيكون فيه اختلافات في حساب يوم التبويض من امرأة للتانية وممكن نبقى نعمل فيديو مخصوص نشرح فيه كل الحاجات دي بالامثلة البسيطة وبكده يكون فيديو النهاردة خلص واتمنى لو استفدتم تنسوش اللايك والاشتراك والسلام عليكم اشتركوا في القناة